بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع التاني للحضار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression ده بيبقى هنا متغير تابع واحد وفيه بقى متغيرين مستقلين زي سين واحد وسين اثنين طبعا في العموم ممكن يكون فيه اكتر من متغيرين مستقلين بقى طالما انحضار خطي متعدد يقبل عدد كبير من المتغيرات المستقلة ولكن احنا في نتاق درستنا هناخد متغيرين مستقلين بس سين واحد وسين اثنين معادلة انحضار الخطي المتعدد صادهات تساوي ألف زائد به واحد سين واحد زائد به اثنين سين اثنين في الانحضار البسيط ألف زائد به سين بس عشان هنا زودنا سين واحد بقى سين اثنين وفبالتالي زودنا به واحد وبه اثنين حيث الصاد هو المتغير التابع سين واحد وسين اثنين المتغيرات المستقلة ألف وبه واحد وبه اثنين السوابت عاوزين نقدر معادلة انحضار يبقى لازم نجيب به البرامترز او المعلامات اللي هما ألفوا به واحد وبه اتنين تعالوا نجيب به واحد وبه اتنين الاول بحل معادلتين مجسين واحد نقصين واحد شرطة في صاد نقصات شرطة تساوي به واحد مجسين واحد نقصين واحد شرطة تربية زائد به اتنين في مجسين واحد نقصين واحد شرطة في سين اتنين نقصين اتنين شرطة المعادلة تانية مجسين اتنين نقصين اتنين شرطة في صاد نقصات شرطة تساوي به واحد مجسين واحد نقصين واحد شرطة في صين اتنين نقصين اتنين شرطة زائد به اتنين مجسين اتنين نقصين اتنين شرطة تربيع اما القلب بيجي بالقانون صاد شرطة نقص به واحد صين واحد شرطة نقص به اتنين صين اتنين شرطة حيثو صاد شرطة مجسات على نون او صاد حسابي سين واحد شرطة مجلسين واحد على نون سين اتنين شرطة مجلسين اتنين اختبار المعنوية اختبار فيه اه اول حاجة بنجيب مجموع مربعات الانحضار به واحد مجلسين واحد نقصين واحد شرط في صاد نقصات شرطة والطرف اليمين لأول معادلة زائد به اتنين في مجلسين اتنين نقصين اتنين شرطة صاد نقصات شرطة الطرف اليمين للمعادلة التانية مجموع المربعات الكلي مجلسات نقصات شرطة تربيع زي بالزبط الانحضار البسيط مجموعة مربعات البوايق والخطأ مجموعة المربعات الكلي نقص مجموعة مربعات الانحضار بالزبط زي الانحضار البسيط جدول تحليل التباين أنوفا بالخمس خانات بالزبط زي الانحضار البسيط مصدر تغير انحضار بوايق كل مجموعة المربعات ناتج الخطوة واحد وثلاثة واثنين بالزبط درجات الحرية هناك كان واحد ونون نقص اتنين هنا هتبقى ونون ناقص ثلاثة متوسط المربعات هنقسم مجموعة المربعات على درجات الحرية برضو زي ما كنا بنعمل هناك ثم اللي فوق على التحت أو متوسط مربعات الانحضار على متوسط مربعات البوائي دينا فيه المحسوبة فيه الجدولية هتتاخد برضو بدرجات الحرية اللي هي 2 ونون ناقص ثلاثة ودي هتبقى معطى بس هتدي لك كزا واحدة وانت تختار التي تناسب المسألة ثم فيه المحسوبة اكبر من الجدولية يبقى العلاقة جوهرية وتستخدم في التنبؤ اقل من الجدولية يبقى غير جوهرية غير معنوية ولا تستخدم في التنبؤ معامل التحديد متعدد نفس الكلام ومجموعة مربعات للحضارة على مجموعة المربعات الكل وبرضو نفس التفسير كم في المية من التغير في صاد بسبب التغير في سين واحد وسين اتنين معا بقى والباقي ارجع لعوامل اخرى معامل الارتباط المتعدد تعال نجيب الجزر بتاع معامل التحديد المتعدد اما الخطأ المعياري للتقدير هو جزر متوسط مربعات البوائي شكرا لحسن الاستماع